اخذ التفاعل عندنا اللي هو تفاعل الالكتروفيلك صابستيتيوشن صابستيتيوشن على الحلقة يهمني في التفاعل ده انك تفهم ايه الفرق ما بين الفينول وما بين البنزين في تفاعل الالكتروفيلك صابستيوشن ايه الفرق؟ احنا عندنا طبعا الـ OH بتدي الكترونات للحلقة فبتعمل اكتيفيشن اكتيفيشن للحلقة يعني بيتخالي الحلقة اكتيف وعندها كسافة الكترونية عالية فسهل انها تتهاجم بالالكتروفيل علعكس البنزين البنزين اوه كان يتهاجم بالالكتروفيل بس لازم الالكتروفيل يهجم عليه ده يكون strong electrophile لكن الفينول انا ممكن اهجمه ب strong electrophile اما ب weak electrophile طيب لو جيت خط strong electrophile هجمت به حلقة البنزين مثل التفاعلات الالكتروفيل التي كنا نعملها على البنزين لو جيت خط electrophile strong وهجمت به البنزين هيعمل ايه؟ هيديك poly substituted بنزين نعمل يعني تعالى مثلا ناخد مسائل لو جيت خط الفينول ده وهجمت عمله تفاعل زي تفاعل نيتريشن خطو وضفت عليه HNO3 في وجود H2SO4 كونك مركز هيعمل ايه رجل الطيب ده؟ مش هيدخل بقى مجموعة نيترو واحدة هيديك poly substitute طبعا ال H يتوجه فين في القرص وفي البارا فهتلاقي ان مدخلك مرة واحدة ادي 3 مجموعة نيترو في القرص وفي البارا ده اللي احنا بنسميه بيكريك اسد لو تفتكروا كنا قلنا على المرة اللي فاته تمام يبقى ثاني لو جيت خط strong electrophile اللي هي زي تفاعلات الاكتروفرق التي كنا بدينا عملها على حالة البنزين هيقوم ده خلمين poly substituted benzine تمام؟ طيب لو جيت بقى فعلتم مع weak electrophile electrophile ضعيف electrophile ضعيف ده اللي هو ايه اللي هو electrophile لو كنت جيت هجمت بيه على حالة البنزين ما كانش هدي ناتي يعني مثلا برضو نفس اتفاعل ال nitration ده انا عايز اخد ال nitro ودخله على حالة البنزين ماشي بس مش هستخدم strong electrophile مثل HNO3 conq و H2SO4 لا هستخدم HNO3 dilute مخفف فال HNO3 dilute كده بقى weak electrophile weak electrophile فاجه اضيفه على البنزين هل هيحصل تفاعل؟ لا لان البنزين ما هيش حالة اكتف قوي فال weak electrophile ده مش هتفاعل يبقى اذا نوم reaction حلو؟ طيب لو جيت بقى خدت نفس التفاعل هنا ضفت على الحالة البنزين ضفت على الحالة البنزين ضفت على الحالة البنزين اه انا عندي الحلقة ده اكتف جدا اكتف ناشطة يبقى هتفاعل مع weak electrophile فهتقوم بدخله مجموعة نايترو بس طبعا هتديني مجموعة نايترو واحدة يبقى OHNO2 اللي هو المونو نايترو او مجموعة نايترو واحدة طبعا هتديني نتيجين واحد في الأورثو واحد في البنزين صعب الفكرة احنا طبعا ناخد كزا مثال على فكرة الالكتروفيرك بس عايزين نثبت المقطة دي نقولها تاني بسرعة انا عندي مقارنة ما بين البنزين والفينول البنزين حلقة ما هيش اكتف قوي فهتتهاجم ب strong electrophile لكن الفينول هي حلقة اكتف عندها الكترونيات كتير غنائية بالالكترونيات فهتتهاجم ب strong قوي لو هجمتها ب strong electrophile زي اللي كان بيحصل على البنزين مثل نيتريش هنعادل لو HNO3 فوجود H2SO4 مش هيدخل مجموعة نيترو واحدة لا هيدخل في كل المواضع بالأورثو والبر فهيديني ثلاثة مجموعة نيترو اللي هو المركب ده نسميه بكريك أسن لكن لو جيت هجمت الرجل الحلقة الاكتف ده ب weak electrophile زي HNO3 ال weak electrophile ده هيقوم مدخلي مجموعة واحدة سوان في الأورثو او في البرا هيديني نتجين ونفس ال weak electrophile ده لو جيت هجمت بيه على البنزين البنزين اللي هو الكسافة الالكترونية عنده ضعيفة فweak مع weak مش هقدروا يدفع له مع بعض فهيحصل ANO3 صعبة الفكرة؟ طيب تعال ناخد كم مثال على جزئة ال electrophile substitution وكده نكون خلصنا تعال نقلب الصفحة لو جيت مثلا اعمل تفاعل زي هلو جينيشن هلو جينيشن هاخد الفينول حلقة البنزين OH وهقوم ضعيف عليها مين؟ ال BR2 حلقة البنزين في وجود الماء ليس محتاج ليوس اسد تخيل يعني الليوس اسد يجعل التفاعل يتحفز اكتر زي ما احنا كنا قلنا قبل كده ان هو بيفك الاتنين برده عشان يطلع لي واحدة منهم برده لا ده بقى في وجود ماء يعني ما هيش اسد اصلا هيقوم الديني OH ومعها ثلاث مجموعات برده يدخل في كل المعادة بتاعت الوث والبر اللي هي بتاعت الوث فتخيل بقى ادي الحلقة بتاعت الوث دي اكتف متخيل طيب عايز بقى دخل ال BR في وضع واحد ساعتها بتطر اعمل ايه بقى مضايف علي الرجل ده برده في وجود سولفنت يكون نانبولر حاجة مثلا زي الكربون تيتراكلورايت CCL4 او الكربون ديسالفايت CS2 دي بيسموها نانبولر نانبولر سولفنت يعني سولفنت غير مستقطبة دي بتقلل النشاط الاكتيفتي بتاعت حلقة الفين لانانبولر سولفنت ده بيقلل الاكتيفتي بتاعت الحلقة بتاعت الفين فيقوم عامل ايه الراجل الطيب ده هيقوم مدخلي البر في وضع واحد سواء القرس او البرا بس البرا طبعا هول بيطلع بنسبها اعلى حلو الفكرة طيب تعال مثلا ناخد تفاعل زي السالفونيشن ادي الو اتش اهي وعايز اضيف عليها الاتش تو اس او فور كونج تمام تفاعل السالفونيشن هو التفاعل الوحيد عشان خاطر مجموعة السالفونيش دي مجموعة قوية جدا فهو التفاعل الوحيد اللي بيدخل ناتج واحد بس على حلقة الفين بيديك الاول الناتج الورثو كمان ما بيديش البرا او اتش وهنقول السبب دلوقتي اس او سري اتش تمام ده لو انت اشتغلت التفاعل عن درجة الرومتنبرج هل هي عشرين لتلاتين درجة سليزيس طيب عايز اكون البرا اعمل ايه او ماخد ده ومسخنه لغاية مية درجة سليزيس هيقوم متحول الى او اتش اس او سري اتش برضو بنفس الطريقة لو خط الفين ما عايز احاول منه البرا على طول يبقى اضيف عليه اتش تو اس او فور كونج بس لازم اسخن عند مية درجة سليزيس تمام طب ليه القرس هو اللي تكون مش البرا في اول خطوة او في رومتنبرج ان ده ما بيجي تكون هو عبارة عن اس او تو تعالى نكتبه كده و ادي او اتش يعان لو كتبت هنا اس او تو اس او سريتش يبقى اس او تو و ادي ال او اتش و طبعا الاتش مع ال او اتش بتعمل هايدروجين بوند هايدروجين بوند فالهايدروجين بوند طبعا بتخلي المركب مستقر اكتر وبالتالي المركب ده كده يبقى مور ستيبل عكس طبعا لو كونت البارة يبقى صعب انهم يعملوا هايدروجين بوند من هنا هتبقى صعب يبقى القرس هو اللي يتكون عشان خطر فيه هايدروجين بوند فبتخليه مور ستيبل ولو سخنت زودت درج الحرارة بكسر بعد هايدروجين بوند فتلاقي ده يتكون في البارة تمام؟ ده بالنسبة لتفاعل السالفوليش يبقى المعلومة اللي انا عايز اطلع بيها ان ال او اتش لما بيجي يحصل تفاعل زي ما احنا قلنا بقى اي تفاعل على الحلقة بيحصل ازاي؟ بيخش لي المجموعات على كل الموادع بتاعت الحلقة يعني الو اتش فاعلته مع الو اتش سيقوم دخالي في كل الموادع اللي الو اتش بتاعتبها اللي هي الورس والبار مثلا لو انا جيت خط الحلقة بتاعتي كانت بالمنزد لكده او اتش ودفت عليه بي ارتو هيعمل ايه؟ بي ارتو في وجود المياه لو المجموع اللي موجودة على الحلقة دي صعب انها هتتشل سيدخل بي ار فين؟ في الموادع التاني يعني مثلا هيبقى كده ادي الو اتش اه هو بيدخل في الورس والبارة فالورس دي فيها سي اتش سري مش هيجي جنبها الورس التانية فاضية هيقوم حاطط فيها بي ار والبارة فاضية هيقوم حاطط فيه بي ار تمام؟ طيب لو مثلا كانت الحلقة بالمنزد ادي او اتش ادي او اتش وادي هنا عندي في البارة مثلا اس او سري اتش تمام؟ وعايز اقوم نضيف عليها بي ار تو اللي هو البرومين ووتر بي ار تو في وجود المياه هيعمل ايه؟ المجموعة دي سهل انها تخرج في وجود المياه فاكر لما قلنا تفاعل البروتونيشن في اول فيديو خالص واحنا بنتكلم عن التروفريكسا بستيوشن قلنا الاس او سري اتش دي لما بضيف عليها مياه بسهولة بيقوم طالع الاتش تو اس او فور ودخل الاتش على الحلقة فيحاول ده اكينو بقى فينو يعني هيشيل المجموعة دي وحط مكانها اتش فبما ان المجموعة دي سهل انها تخرج يبقى البي ار هيعمل ايه؟ يبقى قصر الفينو هيعمل ايه؟ هيدخل تلات مجموعة بي ار فيقوم بديني الاتش بتاعك بي ار ودي بي ار ودي بي ار وليسه اسر اتش تشغلت تمام؟ يبقى تاني لو انا الحلقة بتاعتي فيها حاجة غير ال او اتش مجموعة تانية لو المجموعة دي سعب انها تخرج يبقى اذا خلاص لما اجعل الالكتروفريكسا بستيوشن هيخش على الموضع التانية ويسيب المجموعة لو المجموعة دي سهل انها تخرج بسبب البي ار تو او المياه manufacturing كل مول يدخلي واحد بي ار فادخلت ثلاثة بي ار يستخدمت مول ثلاثة مول لكن هنا حقا الى المثال فادخلت اثنين بي ار يستخدام اثنين مول نثير من تحدث هي لك اسفل ازايا على المثال لأورثوميسايل فينول يحتاج 2 مول من الBR2 لكي يديني البوليبروميناتد فينول لكن هذا الرجل يحتاج 3 مول من الBR2 سأخذ المجموعة CH3D سيخرج و سأخذ 2 مول من الBR2 لكن هنا سهل المجموعة CH3D سيخرج و سيضغط 3 مول من الBR2 هناك تفاعلات أخرى و سأخذ المجموعة سوف يجب انقوم بتظرير يجب SNES يجب بصير ناتج 1 ناتج واحد بس ما بيعملش بولي حتى وكمان الييلد بتاع بيكون قليل الييلد اللي هو كمية الناتج اللي طلع يعني التفاعله يحصل بنسبة مثلا 20% 30% طيب السبب سريعا كده انا عندي الفي اي سي ال سري ده اليوس اسد يعني عندي اربطال فاضي والاكسجين دي اللي مخلي الحلقة بتاعتي اكتف ان اللومبر بتاعها بيروح يشارك في الرزونس مع الحلقة تمام فما يجي الفي سي ال سري ده باللومبر بتاعه ويلقى هنا الاكسجين مع لومبر فما يجي الفي سي ال سري ده بالأربطال فاضي بتاعه ويلقى الاكسجين هنا مع لومبر بير هيو يقوم واخد منه اللومبر ده هش بوكوا جمبه تتلاقي الو اتش دي شبك فيها افي اي سلي سري تمام فيقلل الاكتفك بتاعة الحلقة هيخلي الاو ما تشاركش بالالكترونيات فالحلقة ما بيقيتش اكتف بيت زيها زي البنزين يبايز ان التفاعل يحصل ويطلع علي ناتج واحد بس وكما اليلد بيكون قليل وطبعا المجموعة دي عشان كبيرة فلو جهت حطت في القرس وهنا هيبقى فيه تنافر ما بينهم فبيكون الوضع الافضل اللي هو البار يبقى خلي بالك الفين ولما يجي التفاعل يحصل في وجود لويس أسد لويس أسد بيخلي اليلد قليل نتيجا ان الوربتال الفاضي بتاع لويس أسد بيضعف او بيقلل اكتيفشن بتاع الحلقة انه بيتفاعل مع اللومبي تمام؟ طيب ده كده بالنسبة للالكايليشن لو جيت اعمل فريد الكرافت اصيليشن اللي احنا عملناه من شوية يعني مثلا لو جيت خط الحلقة بتاعتي قادل فينه لهو حلقة البنزين معها او اتش واقوم ضيف عليها او سي او سي ال فوجود الليوس اس اي ال سي ال اسري خلي بالك بقى عشان هيطلع عندك هنا نتجين مش قرص وبارة لا ناتج فيهم اللي هو هيخش على الحلقة هيقوم يديني السي او ار تفاعل فريد الكرافت اي كايش يمشيل السي ال مع الاتشايا سواء من القرص او من البارة ويقوم مدخل السي او 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 ده الناتج الاولي الناتج التاني ان هو يقوم شال الاتشال مع ال او ده اللي هو التفاعل الاولاني اللي احنا عملناه اللي هو بتاعوي سنة عندي هنا اللي هو قصدي بتاع فريز عندي هنا او سي او معها حاجة سالبة وهدي او معها اتش يبقى سهل ان هو يشيل السي ال مع الاتش ويدخل المجموعة السالبة هنا تمام؟ فيبقى او سي او او تمام؟ فطبعا ده بيقل لليل بتاع التفاعل اللي هو بتاع فريد الكرافت اصيل اشي عشان كده لما بيعوز يدخلوا مجموعة اصيل على الحلقة بيلجاقوا للفريز ري ارانجمنت اللي احنا عملناها من شوية فريز ري ارانجمنت انها ناخد الراجل ده اللي هو الفينول مثلا او مفاعله معه او سي او سي اتش سري سي دابل بوند او باي تو او اللي احنا قلنا علي اسمه اساتيك انا هيدرايل عشان يقوم مديني او سي او سي اتش سري بعد كده ده بقى عايز تدخله على الحلقة تقوم مضيف عليه او ال سي ال سري وتسخ تمام؟ لو عملته عند الروم تنبريتشر الاول عن تلاتين درجة سليزيس هيقوم مدينك بتاع البارة زي ما قلنا بيشيل اتش اي بتاع البارة يقوم مواخد المجموعة دي كلها جايبها في البارة ويجيب ال اتش مع الاو فهيديني او اتش وهدي في البارة سي او سي اتش سري تمام؟ عملته وسخنت هيقوم مديني في القرس ادي او اتش وهدي هنا في القرس وهيبقى سي او سي اتش سري صعب الفكرة طبعا لو عملت التفاعل بالطريقة دي بيخلي اليلد بتاعك عالي جدا مقارنة به الاصيليشن العدلي مثلا تفاعل كمان تعنيلي بالصفحة زي تفاعل رقم ستة بقى اللي هو نايتروزيشن عايز دخل مجموعة النايتروزو اللي هي مجموعة الان او على الحلقة ناخد مثلا مثلا مثل الكريزول او اتش وادي سي اتش سري وهو ماخده ضايف على النايتروزيشن كنا بنضيفه ازاي اللي هو دي في الان اه اين او تو في وجود اسد مثلا مثل الاتش próxima ليبقى الي مجموعة الان او teste فطبعا هيجي خش فين مجموعة اي اما في القرس و اي اما في البرو المكان الفاضي فلو جد في القرس ويبقى ثلاث مجموعة وارا بعد هيبقى فيه استيريك عالي فصعب يبقى يقوم مدخل فين في البارة يبقى يقوم يديني في البارة مجموعة الان او اللي هي مجموعة النايتروزو ده كده اللي هو بنسميه اربعة النايتروزو اتنين ميسايل ومركب بتاع اسمه الفينوهي طبعا انا بسمي على مين الفينوهي اللي هو اللي اسمه مشهور ده رقم واحد اتنين تلاتة اربع يبقى اربعة نيتروزو ابجاري الاول بعد كده اتنين ميسايل طيب كده نكون اتكلمنا عن تفاعلات الاكتروفريك سبستيوشن اللي كانت بتحصل على حيات البنزين عادي اللي هو سترونج الاكتروفايل فبالتالي هتحصل على الفينول بشروط مختلفة زي ما شفنا بالوقت تعالى بعد الوقت نتكلم عن تفاعلات الاكتروفريك سبستيوشن اللي هتحصل على الفينول ولكن الاكتروفايل اللي انا مستخدمه ويك الاكتروفايل يعني التفاعلات لو جيت اعملها البنزين ما كانتش هتحصل طيب انا عندي تلات تفاعلات اللي احنا نتكلم عنهم دلوقتي اللي هم باستخدام واكتروفايل اللي لو جيت عملتهم على البنزين ما كانوش هيحصله تمام دي بقى تفاعلات الاكتروفريك سبستيوشن جديدة خاصة بالحاجات اللي فيها الحلقة اكتف زي الفينول او زي الامين لما نتكلم عن الانيلين هنقول نفس التفاعلات تمام؟ اول تفاعل عندي الاكتروفريك سبستيوشن باستخدام مين الديازونيوم اول تفاعل عندي اللي هو مين الديازونيوم كابلنج طيب تفاعلوا الديازونيوم كابلنج ده اللي هو كان بيحصل ازاي كنا قلنا عنه قبل كده يعني مثلا لو جيت خدت الفينول ادي الحلقة تاعت البنزين هفاعلوا مع الديازونيوم كولورايد اللي هو ادي الحلقة البنزين دايازونيوم كابلنج ومعها سي ال طبعا دي موجابة والسي ال سالب التفاعل ده بيحصل ازاي هو عبارة عن تفاعل الاكتروفريك سبستيوشن باجعل حلقة البنزين عندي فيها هنا اتش ادي الناحيات دي اللي هي في البارا عندي هنا في زرة هايدروشن اتش موجابة طبعا فهم طلع السي ال مع الاتش الموجابة وهم جاب المجموعة دي كلها اللي هي بالموجاب هتجي تخش فين في البارا مكان الاتش دي طبعا التفاعل ده بيحصل باستخدم هنا ن او اتش الكالاين ميديم عشان يقوم الدين الناتج بتاعي هذه الحلقة دي ان دول بند ان و هذه الناحيات دي مين حلقة الفين تمام؟ المركب اللي تلع ده اللي عايزين نسميه هنسميه ازاي؟ انا جيت اسمي الجزئية دي تمام؟ حلقة البنزين و في النص مجموعة الاتنين ان دي بيسموه الازوبنزين ده كده على بعضه اسمه ازوبنزين و عنده هنا في الوضع البارا مجموعة او اتش بيقول عليه اسمه بارا هيدروكسي ازوبنزين المركبات دي تمتاز انها مركبات لها الوان عالية فهتستخدم في تصنيع الداي الصبغات والبيجمنت اللي هي الالوان بتاعت الديهان والالوان بتاعت الالوان الطعام كل حاجة مصدر لللون سواء اللون ده بيدوب في المياه فبنسميه داي او اللون ده ما بيدوبش في المياه فبيسموه بيجمنت ده كله نوع من انواع الالوان بتبقى عبارة عن مركبات الديازو دي اللي بتبقى جاية من الفينولات مش بس الفينول ده يعني فينولات تانية طيب نفس التفاعل ده لو جيت اعمله بس انا كان عندي هنا في الو اتش في البارا كان في عندي مجموهة مثلا لو جيت خط الو اتش و معها في البارا هنا وفعلته مع برضو الديازونيوم في نايل انتو سي ال ممكن اكتبه كده على طول التفاعل ده يحصل ازاي بدام عندي في البارا في حاجة احنا قلنا الو اتش بتوجه الارثو بارا يبقى هجلعب على الاتش بس امتة في حالة ان البارا يكون مشغول بمجموهة يعني لو لو هو الارثو والبارا متحين التفاعل هيحصل على الارثو لكن لو البارا في مجموهة تانية اي بس عدة التفاعل يحصل على الارثو هشيل اتش مع السي ال فهيقوم يديني الاتج بتاعي ادي ان دابل بوند ان وهذه الحلقة بتاعتي في البارا هنا السي اتش سري وهذه في الارثو اللي هو مجموهة الفيلم ده سورا احنا كتبنا الاتج كده المجمواتين دول مش هيبقوا هنا ادي دي هتوشبك هنا سيكون جنبها في الوضع ده الوضع ده الو اتش وفي البارا بتاع الو اتش عندي مين السي اتش سري يبقى ده كده الناتج اللي هتطلع عندي طيب ده كده بالنسبة لتفاعل الديازونيوم تعال نشوف بقى تاني التفاعل عندنا اللي هو تفاعل بيسموه كلب ده برضه اسم عالم كلب سري اكشن تمام التفاعل ده بيسموه تفاعل الكربونيشن كربونيشن اذا سمعت الاسم ده برضه تبقى عرفه التفاعل ده بيحصل ازاي؟ بياخد الحلقة التفاعل وقوم بفاعلها مع الCO2 الكربون دايكسايد في وجود الني و اتش في قوم مديني الناتج ادي او اتش و ادي هنا مديني سوف نفهم مديني الان السي دابل بوند او او مديني الان لأن الشحنة هنا مجابة جزئية وشحنة سليبة جزئية فهتروح تهجم على الحلقة طبعا إما في القرص وإما في البارا تمام؟ عندما تهجم على الحلقة سيقوم مديني مين؟ هذه الحلقة التعتي هي O H وهذه C O O طبعا لما الكربون مجابة راحة هجمي فقام مديني C O O سليبة تمام؟ وطبعا سليبة يكون جنبها مين؟ ال N A الموجة حسنا؟ دعيك التفاعل لا يحدث كده بالضبط التفاعل يحدث كيف أخذ O H في وجود N O H يجعلها أكتف أكتر فقام مديني هذه الحلقة فيها O N A دي سالب و دي موجب وبعد ذلك سيقوم مضيف عليها C O و دي سالب و دي موجب فتقام جاء الكربون الموجب وقام راحة H و زي موجب و دي موجب وهنا تصممم و هنا تصممم و تصممم 時 تصممر سيطرة O ثم كيف تصمم الموجب و ساء ساء بسعيتها يمواخد هو الهية و يديه الناتج فهيقوم بتحول الناتج هذا هو التفاعل الكلبر اكشن طبعا اللي يجعلها يحصل كده ان هو يتحول الهين اوكسيد كما قلنا في البداية خالص ان الهين اوكسيد يجعل الحلقة مور ري اكتف عن الفينو نفسه فطبعا عشان ده ضعيف جدا زي ما احنا قلنا شحنه مجابه جزئية يعني ما ايش شحنه مجابه كامله يبقى انا محتاج اعمل اكتفشن كمان لحلقة الفينول فحولها للسولت عشان كده يحصل عليها الاتاك يبقى كويس تمام وطبعا زي ما احنا عارفين زي ما هيطلع معايا الناتج بتاع القرسو هيطلع معايا كمان جزء من الناتج بتاع البارا او اتش سي او او ان اي بس طبعا الناتج بتاع القرسو هو المورستابل لان عندي هنا القوساليبة والاتش مجابه فبيحصل هيدروشن بون زي ما قلنا في الحوار بتاع السالفونيك كده نفس الفكرة وبافصل لتنين دول عن بعد ازاي عن طريق درجة الغليان ده بليه درجة غليان مختلفة عنده فبيعملوا دستيليشن تقطير ويفصلوا عند درجة الغليان بتاعته فياخدوا الناتج بتاع القرسو ده الواحد المركب طبعا لطلع بتاع القرسو ده اللي احنا بنسميه سالسيليك اسد سالسيليك اسد طبعا ده السلط بتاعه لو خدته وضفته عليه اتش سي ايل هيقوم محاوله الى السالسيليك اسد نفسه ادي سي او او اتش سميه سوديوم سوديوم سالسيليد لكن ده هو السالسيليك اسد والسالسيليك اسد من اشهر المركبات اللي بتستخدم في تحضير حاجات كثيرة عشان كده ده مهم في الصناعة بيدخل في صناعات كثيرة عشان كده بنحضره بالطريقة بتاع القرسو دي قرسو دي اصلا طريقة بتستخدم في التحضير وفي الصناعة اخر تفاعل عندنا رقم 3 اللي هو تفاعل تحضير الالدهيد بيسموه ريمر تيمن ري اكشن ريمر ده اسم عالم وتيمن اسم عالم تاني اللي اتنين علامة اشتركوا في التفاعل ده اللي هو تفاعل تحضير من الالدهيد الالدهيد فورميشن تعال نكتب التفاعل وبعدين نشرحه بالتفاصيل في الصفحة اللي جاي التفاعل عبارة عن ايه؟ لو جيت خط تلفين وه وهو 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 الالدهيد بhd وهو هو مهم في كبدة الاصناعات وهو ريمار تيمن ماد ريمار تيمن دي اخر حاجة انا قولها يبقى خلصنا التفاعلات بتاعة الفين اخيرا يعني طيب الرجل ده اللي هو بيتفاعل مع السوديوم هيدروكسايد نوه يوم عامل فيه نوه هو بيز يوم سحب مين فيقوم من الديني سي سي ال سري اتخذ منها اتشايا فبقت سالبة زائد اله مع اله طبعا هتطلع جزء مهي وهنا طبعا جنبيل بعد كده السي سي ال سري ده بيحصل فيه ايه بيقوم فاقت سي ال مع الان ايه مينوس ان ايه سي ال الان ايه مع واحدة ان ايه سي ال فيديني سي سي ال تو سي سي ال تو ده حالته عاملة ازاي انا هنا الكربون معها ربطتين سي ال و سي ال تمام ومعاها شحنه سالبة او معها زوج من الالكترا U م Safe في أوربتال وعندها أوربتال فاضي دي حال عجيبة للكربون حال عجيبة للكربون كربونا في نفس الوقت معها الكترونات وفي نفس الوقت معها أوربتال فاضي تمام الـ CCL2 مركب مشهور جدا ده ميستوف ايه لو جيت فعلته مع حاجة مجابة الكتروفايل مثلا موجب هيقوم بيوحد فعل مع مين؟ مع اللون بير بتاع الكربون يقوم ديني الـ CCL وهادي الـ CCL وهادي الـ Electrofile وهيسيب لي الكربون معها أوربتال فاضي فهيظهر على شحنة مجابة طيب لو جيت فعلته مع نيكلفايل حاجة سالبة هيتفعل ازاي؟ هيقوم جاي الـ Neclofile يخش على الأوربتال الفاضي فيقوم ديني الـ CCL وهادي الـ Neclofile ومعها الإلكترونات الزيادة فهيبقى الـ CC عليها شحنة سالبة تمام؟ صعب الفكرة هذه الميزة في الكربون دايكولورايد فالميزة الـ CCL انه ممكن يتفاعل كاللكتروفايل يتفاعل مع الحاجة السالبة او ممكن يتفاعل كاللكتروفايل انا هاخد بقى الـ CCL هفعله مع الحلقة البنزين برضو هي بتكون OH فتتفاعل مع الـ NeH اللي موجود في التفاعل عشان اكتف الحلقة اكتر واكتر وهاديني O سالبة NA موجبة وبعد كده هامفاعلها مع CCL2 عنده لومبير وعنده أربطال فاضي ده هيروح يتفاعل بـ A احنا عايزين نعمل الـ Electrophilic Substitution هبدل الـ Electrophile بـ Electrophile الموجبة وهخلي الكربونة بالأوربطال الفاضي تروح تشبك هنا فبعد ما تشبك هنا نعمل الـ Resonance في الاخر مديني O سالبة NA والكربون هنا والكربون هنا هيبقى عليها هي الأوربطال الفاضي هو اللي تفاعل فمدام الأوربطال الفاضي اللي تفاعل يبقى الكربون عليها شوحنة سالبة والـ H موجبة تقوم راحة شبكة في الكربون يبقى هم ضايف عليها الـ H فيقوم مديني ادي O NA وهدي هنا صعب الفكرة يبقى تاني الكربون معها شوحنة موجبة او معها أوربطال الفاضي و معها لون بيل هتيجي تهجي مع الحلقة بالأوربطال الفاضي فهيقوم الـ H ستتفاعل مع مين مع الكربونة باللون بيل فهيديني C هذا التفاعل بعد كده الكربون معها 2C وهيقوم الـ H ستضيف منه 2 جزء ويقوم الـ C وهيقوم الـ C وهيقوم الـ H معاها O H و معاها O H و معاها O H و معاها O H و معاها O H المركب للتكون ده هو مركب غير مستقر لماذا؟ لا ينفع كربونة يكون معاها 2 O H فال2 O H يعملون ايه؟ واحدة فيهم باللومبر تقوم عاملة ربطة بالبند هنا وتقوم طردة تانية طردتها O H سالبة وتقوم ديه و معاها O H و معاها O H يبقى اي كربونة في الدنيا معاها 2 O H على طول بفقد منها جزء ماء فيقوم ديني ايه؟ بقيت هنا C و عملت دابل بند معاها O والكربونة كان معاها H يبقى C دابل بند O H وهنا O N E تمام؟ ده سالب و ده مو وبعد كده دي تقوم و اخذها H من الوسط من التفاعل عندنا فهيقوم نطلع ال N E و ادخل O H فهيديني الناتج بتاعي وهو السلسلة الضهائد وهو مجموعة C H والسلسلة الضهائد انا اعرف التفاعل صعب و طويل ولكن الموضوع يعني ايه؟ بالترتيب كده بيبقى واضح هاخد الاول نطلع الكلوروفورم وهو H CCL3 مع N O H سيقوم نطلع ال H و ادخل مكانها N A بعد كده يقوم فقد N A مع C L فهيديني الكربون دي وهو مستين و اربطال فاضي و اربطال فاضي و اربطال فاضي وهو زوج الالكترونات ها قوم جاء على الفينو وهو ضيف عليه N O H حيث اكتبه اكتر فيبقى سالبة N A مع C L وهو الضهائد وهو يهجم بالأربطال الفاضي و يحضر ال H و الموضوع يحضر ال H و يضيف علي C L و يدخل مكانها 2 O H و مركب 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 غير مستقر على طول بيفكد جزء ماء او من هم تقوم بعمل دابل بوند فتطرد ال H الذي معها وتطرد ال H الثانية يبقى طلعت جزء مهم فيديني مجموعة ال ال دهيتس يدابل بوند O H وبعد ذلك H بلس من التفاعل من التفاعل من الفوق هنا وهي بتاعت ال H CC L 3 هم اخذها وهو مضيفة هنا فيديني مجموعة ال ال دهيتس يدابل بوند O H فيديني ال نتج بتاع السلسلة ال ال دهيتس تمام بكده نكون خلصنا كلامنا عن الفينولز عن مثلا نرجع لأول صفحة كده خلصنا كلامنا عن الفينولز وكده نكون خلصنا كلامنا عن الفينولات وان شاء الله الفيديو اللي جاية هنبدأ معها عيلة جديدة اللي هي عيلة الأسد الكاربوكسيلك أسد